ليس هناك أي تغيير وهو جواب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال متعلق بموقف إدارة الرئيس جو بايدن من الصحراء الموقف الأمريكي الجديد هو تأكيد على إقرار الولايات المتحدة باعترافها الرسمي بسيادة المملكة الكاملة والتامة على الصحراء المغربية أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو مصلحة أمريكية تستجيب لتحديات جديدة تعرفها منطقة القرن الإفريقي تعرفها منطقة شمال إفريق شمال وغرب إفريقيا والمتنتلة في دخول القوة الصينية الهائلة التي تشكل تحدي كبير كذلك في عودة روسيا عبر البواب الليبيا وما يحدث الآن في إفريقيا الوسطى هو دليل على ذلك كذلك تجيب الإشارة على أن الموقف على أن تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا وهذا ما توضحه الأزمة في مالي هذه معطيات تم يمكن أن نبني عليها للقول على أن موقف الإدارة الأمريكية هو موقف تابت الآن فيما يتعلق الاعتراف بمغربية الصحراء على اعتبار أن هذا الموقف ستبني عليه الإدارات القادمة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية ترجمة على أرض الواقع منها افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخل جنوب المغرب ومناورات الأسد الأفريقي العسكرية المشتركة بين الجيش المغربي ونظيره الأمريكي بمشاركة عشرة آلاف جندي من مختلف الجنسيات وإقامة مناورات للمرة الأولى بالصحراء المغربية خاصة بمنطقة المحبس وهي أقرب نقطة تماثن مع جبهة البوليزاريو تابعنا الامتدادات الاستراتيجية له في البيئة الاستراتيجية من بينها طبعا المناورات الأسد الأفريقي التي عبرت خاصة في منطقة المحبس عبرت على أن البيئة الاستراتيجية تشهد تحولات مهمة فضلا عن الاستثمارات الهامة الولايات المتحدة الأمريكية بالداخلة والتي طبعا تجعل من المملكة المغربية نقطة ارتكاز نحو القرى الإفريقية شكل الموقف الأمريكي ضربة قاسية لأطروحة البوليزاريو وتتويجا لسلسلة من المحطات التي عمل فيها المغرب والتي كان آخرها تدخل الجيش الملكي في منطقة القرقرات العازلة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو ثالث حدث في تاريخ النزاع بعد انسحاب إسبانيا من المنطقة عام 1975 وتوقيع الهدنة ما بين المغرب وجبهة البوليزاريو عام 1991 وهو منعطف حقيقي قد يغير التوازنات الاستراتيجية في شمال إفريقيا اكرم الأزرق قناة الغد الرباط